بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 part 11 cover for slab reinforcement احنا عارفين ان الخرصانة بيبقى دخلها حديد الحديد دوت لازم يبقى فيه مسافة تحته المسافة ديت بنسميها الconcrete cover والكفر ده مهم جدا ليه؟ علشان يمنع وصول اي مواد ضرة الى حديد التسليح وبالتالي ما يحصلش عملية corrosion لان لو حصل corrosion حوالين الحديد الحديد في الحالة ديت القطر بتاعه بيزيد وبالتالي يبدأ يضغط على الخرصانة اللي حواليه فيحصل مجموعة من الكراكس طيب فيه minimum sickness according to الكود اللي هو section 7.71 minimum cover for corrosion protection علشان نمنع حدوث الكوروجين في حديد التسليح عندنا two cases الكيس الاولانية الconcrete اللي عندي exposed to earth or wizard فبنقول لو عدد الاسياخ اللي عندي اللي هو القطر بتاعها number five and smaller يبقى الكفر minimum dimension واحد ونص انش طيب number six and larger يبقى في الحالة ديت بنستخدم minimum cover اثنين انش الكيس التانية concrete not exposed two ears or wizard بمعنى ان هنا فيه ظروف جيدة حوالين الخرصانة الخرصانة بعيدة عن ال ears بعيدة عن ال wizard اللي هو ممكن يبقى فيه مواد ضرة وتسبب عملية في الحالة ديت بنقول لو انا بستخدم السياخ الديامتر بتاعها لو انا بستخدم السياخ number 11 and smaller الحالة ديت بنستخدم فيها الكفر بيساوي 75 من 100 انش ونلاحظ ان الكفر هنا اصغر من الحالة الاولى ليه لان ما فيش aggressive media محيطة بالخرصانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة